ايه اللي يوصل شخص لده وليه الشخص عموما ايا كان هو شاب ولا رجل ايا كان صغير ولا ناضج مراهق ولا كال ايه اللي يخليه يروح ياخد مخدرات طيب وازاي احنا نخلق حواجز تحول دون انه يفكر في الموضوع بحد ذاته واوعى حد وانا هنا بقول الكلام ده للشبان الزغيرين بقى بالذات ايه وحد يضحك عليك ويجي يقول لك اصلا انت هتبقى مبسوط ولا مبسوط ولا زفت ولو جيت قعدت قريت على كم التقارير بتاعة الولاد اللي دخلوا مسحات وخرجوا وربنا سبحانه وتعالى منع عليهم بالشفى والتعافي الكامل هتلاقي الولاد دول كلامهم عن تعاطي المخدرات مخيف هي ما فيهاش اي انبساط على الاطلاق ده انت بتنفصل عن الواقع وبتجيلك هلاوس وحواديد كبيرة يعرفها المتخصصين بمصطلحاتها السليمة يعني فانت بتروح تعمل ايه في نفسك يعني ايه اللي خلي بن قدم يقرر ان هو يهدم نفسه وذاته وعيلته لانت مش بتدور نفسك بس احاول ديولك انا حر لان انت بتضيع جنبك اخواتك وبتضيع ابوك وبتضيع امك وبتضيع سمعة عيلتك بالكامل مش بس اسرتك الصغيرة هينفض من حواليك الاصدقاء والزملاء والرفاق مش هيفضلك غير اللي بجد التعبير اللي كنا منقوله من زمان رفاق السوق هم دول اللي عن الشياطين اللي حواليك واللي هم كمان مجني عليهم زيهم زيك يعني الكل شريك في هذه الحال في الجرم وفي نفس الوقت يعاني من اثاره دي مصيبة في حد ذاته مصيبة كاملة دي مسئولية مجتمع مش بس اجهزة دولة بنربي عيالنا ازاي والامور ما بتتخدش بدحك ساعات كتير بنعتبر انه عادي ان العيال تتفرج على فيديوهات بتاعت التيك توك والعيال تقعد تقول شوية الفاظ ولا مصطلحات مش من اللي هي يعني واحنا ناخدها بدحك لا المسألة ما تتخدش بدحك افلام مسلسلات كتب حاجات بيعودوا يروعوا على السوشيال ميديا انا هنا برضو مش عاوز القي دائما باللوم على الفيلم الفلاني ولا المسلسل العلاني المسألة مش بس كده يا جماعة مسألة اكبر بكتير المسألة هي كل ما يطلقاه الولد ده او البنت دي يطلقاه عبر السوشيال ميديا يطلقاه عبر الشاشة يطلقاه عبر السينما يطلقاه عبر ما هو مكتوب ما هو منشور يطلقاه حتى عن طريق الاصدقاء اللي بيصدروله خبرة زائفة او تجربة عبيطة الى اخره خدوا بالكم من العيال طيب